السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد في قناتي وقناتكم everything good home isaac اليوم كما عودتكم في إطار فيديوهات الإفادة والاستفادة رجعت لكم فيديو جديد وبطبيعة الحال من بعد الرحلة دينا الجميلة واللي شاركت معاكم في فلوغات ديالها في القناة بالمناسبة لمجال ما شافت الفلوغات السابقة فممكن نخلي لكم في اللينكات ديالهم تقدروا تشوفوهم فكيف ما قلت لكم من بعد هاد الرحلة ديالنا فاليوم قررت نشارك معاكم ونقدروا نقولوا واحد دليل ولا مجموعة من المعلومات للناس اللي مهتمين واللي يمشيوا الولايات في الولايات بالضبط المايامي فكيف ما قلت لكم هادا غيكون واحد دليل اللي كيجمع البزارة الحواج اللي خصكم تعرفهم قبل ما تمشيوا فأول حاجة غني بدأوا بيها اللي هي نعرفوا الأماكن اللي ضروري تزوروهم في مايامي وتاني حاجة اللي تهي ضروري تعرفوها هي الوقت اللي ممكن تسافروا فيه ولا أحسن وقت مايامي ممكن تزوروها العام كامل ولكن أحسن وقت أنكم تقدروا تمشيوا لمايامي وثالث حاجة شناهو ماليزاكتيفيت اللي ممكن تجربوهم وتديروهم تماما ونقند الرابع حاجة اللي هي معلومات على الترانسبور اللي ممكن تسافدوا منه وخامس حاجة اللي هي البست ويبسايت اللي ممكن تسعملوهم وتسافدوا من بزاف الحواج اللي نقص في التامان وبطبع الحاجة شكون لوا نقول لكم انطلاقا من تجربة ديالي البسيطة اللي رحلتي إلى مايامي وبلما نطول لكم نبدأو وأول حاجة نبدأو بها هي الأماكن التي يجبو زيارتها من بشوري حلال مايامي فأول حاجة اللي هي داونتاون مايامي وفي داونتاون مايامي غتلقوا بزاف الحواج مالضرورة وتشوفوا ولكن كينا تاني واحد المكان تمنى اللي ضرورة تمشوا ليه اللي هو التاني مكان اللي هو بايسايت ماركت بليس اللي في بزاف دلستور مقاهي وهذا شعبيين عاديين وكدلك شي حاجة يعني مزيانة إلى آخيره وكان فيه فيه مايتشاف بزاف فما ترددوش تمشيو لتين وثاني مكان اللي هو أوشن درايف هذا خصوصا خصوصا في الناس اللي مهتمين بالملاهي والنوادي الليلية فهذه هي بلاستروم وفي النار وثالي مهتميتي مشا ما شي مش كيل في النهار را كيكون كالم حسن كما قلت لكم في فيديو وفي فلوغ من الفلوغات اللي حتى تليكم را تكلمت لكم على هاد الأمر ورابع مكان اللي هو لينكو رود ولي هو في بزافة الريسترانت وكدلك الشوبس وطابة الحال الغالوريز فيعني غدوروا فيه اعجبكم الحال أكثرية بالليل خصوصا خصوصا بالليل فما تردوش تمشيو لي خامس مكان اللي هو مزيان تمشيو لي اللي هو كي بسكين فهو يعني كتميز بحل واحد الجزيرة اللي كتميز بشواطة قديرها كذلك الجميلة ولي باركس اللي فيها وكذلك اللي فيها كنت شاركت معاكم في واحد الفلوغ اكتيفيته من ليز اكتيفيته اللي درناها تماما وغا نعود نشارك معاكم بيسوغ هاد الاكتيفيته في مرحلة ديال ليز اكتيفيته السادس مكان اللي تهو خاصكم تبشيو لي مادام شيتو المايامي اللي هو واحد نيبرو ديال مايامي اسميتو ليتل هافانا فليتل هافانا شيروا ليها لانكم تحسوا رازكم بحلرة سافرتو الكوبا ومدام مشينا المايامي فبا غن ننسيوش وضروري غن نمشيو الشواطئ ديالها اللي كتعتبر من بين احسن الشواطئ في العالم فهذا من بين الشواطئ اللي خاصكم تمشيو ليه واللي هو مايامي بيتش فمرحبا بكم تشوفوا معي على الجمال ليل هاد الشاطئ وكذلك على هاد المياه الصافية اللي فيه وتامين مكان كذلك تهو من بين احسن الشواطئ اللي كينين في مايامي واللي هو سوت بيتش فضروري تمشيو ليه تاسع مكان اللي هو وينوود ووز فكيف ما كتشوفوا في الفيديو فهو عبارة عن مقدرون قلو فن الشوارع واتلقوا بزار ديال اللواحات الفنية اللي فريمو قد تستحق انكم تشوفوها هذا بندوزو الأحسن وقت لزيارة مايامي فكيف ما رأيكم عارفين فمايامي تقدرون نقولوا أنها لطول عام عندهم الجو معتدل وجو مزيان ولكن هذا ما كيخليش أنها كين وحد الوقت معين اللي هو يحبد أو لا من الأحسن أن الإنسان يمشي فيه ما مشيش في هذا الوقت هذا ولكن المهم هو سبرينج هو فصل الرابع كيكون الجو رائع ومزيان ولكن بيريود مثلا ديال جون تال نوفمبر معروفة أنه ديكي يا البيريود ديال الهوريكان وديال أعاصر إلى آخره فإيه كيكونوا لزوتال في الثامن ديالهو مرخيص ومناسب ولكن الجو ممكن يتقلب في أي لحظة وكيف ما قلت ممكن يكون أعاصر كينين بزاف دك الوقت فقبل ما تمشيوا دروري تشيكوا أحوال الطقس راكم عارفين كينين ديزابو كينين بزاف كيفاش تعرفو الطقس كيفاش داير في أي بلاصة ما يعمل دوزو دابا نشوفو وسائل نقل مجانية أو شي بهم مجانية مهم غندو دابا على public transportation لدير السيتي ونبدأو بمترو رويل ميترو باس مترو موفر وتراليز فتراليز بالطبط راه 100% أكد أنه free هذا أخصية للناس نقدر نقول لكم تسعملوا هادشي لكن توقيت مشيول واحد ما عندكم بزافة الوجهات يعني باغن تشوهم لهم في نفس النهار باقونطق بياسو لكن توقيت مشيول مثلا بزافة الوجهات فأحسن حاجة أنكم rent a car هذه النصيحة احنا شخصيا كرينا طنوبي لعلاج لأننا عارفنا بأنه ممكن في نهار واحد نمشيول بزافة الأمكين وندور بزافة الأنشيطة ولكن الناس اللي عارفين بالضبط كل نهار وعندهم أيام كثيرة مثلا غيقضوها في مايامي وبغي نمشو كيف ما قلنا غير الأماكن المحددة فممكن نستعملو هاد public transportation وده بندوزو تقريبا الأخر حاجة اللي غنشوفها أحسن ومواقع اللي ممكن تستعملوها إثناء زيارتكم لي مايامي فأول موقع هو booking.com هاد الموقع كان عشقو بزاف لأنه ما شغل مايامي را كتستعملو صفر لأي بلاسة فتم ما تقدروا تريزرفيه أحسن لزوتيل وكذلك أحسن ليفول إلى آخره ليفول صراحة ما نستعملوش بزاف كنتستعمل وحد آخر طبعا نعاود نشاركو معاكم إن شاء الله في فيديو يعني آخر إن شاء الله ولا بغيتو كتبوا لي في تلكومونتاغ لما لا أنكم باغين فعلا تعرفوا على ذاك الموقع كتر اللي كنتستعمل رحلات كوستسوى للمغرب ولأي بلاسة ولكن booking.com زيان بزاف لزوتيل كان المواقع أخرى مايامي يجب عليكم تفريفو البرايسز ولكن booking.com يبقى أحسن واحد وبخير لابليوبا قلقوا في أحسن ثمان لابليوبا وثاني موقع كيف ما كتشوفوا هذا من بين الويبسايت اللي بالنسبة لي مهم بزاف واللي استعملنا إحنا كذلك وشاركتوا معاكم شحامل مرة في كل فلوغ تقريبا كنت نحطو لكم أثناء الرحلة ديالي في المايامي فهو جو سيتي هاد الويبسايت ما شي غير بالنسبة لي فهما كتدخلوا هنا جو سيتي دوت كوم أخلي لكم لينك تاهنا فغتشوفو غتمشو الشوز الدستينايشن كما كتلاحظو راكين بزاف المدن العالمية اللي في العالم كامل يعني كين أمستردام كين بوستون كين دوباي كين بارشلونا لندن لوس أنجلوس لاس فيغاس مهم نيويورك تقريبا بزاف ديال المدن في دول العالم فانتو ما كتديرو تشوز يعني اي مدينة بغيتو تمشيوا لها اي بلاصة ومن بعد كتشوفو شنو شنو يعني الباس اللي كينو الاخري احنا اندوريكم دابا لحسب مايامي فانا دخلت الهنا كلي كيت على مايامي بالتالي هناك يخرجوا لك الباس المهم تختار وش باغي مثلا كين غا يبغي يتسافد بانا عدو ثلثة يام او خمسة يام وشحال ما عندك وباغي تستفد كل بحالة كنت نقولو حنا كنت تدير لك حالة ركو في وياجة ومشي اوغانيزي بحالة موغانيزي بحالة موغانيزي فانا بغيتي تدير بزافة لأكتيو فيتين فكتقدر تدير اول انكلوزيف فكتدير هاتسية اول احنا هذي يلي درنا ومن بعد كتبقى تشوفيزاكتي بيتي بنسبة ليزاكتي بيتي هنا غندخلتها في الدير غندخل في اخر حاجة اللي بغندكر لكم هما ليزاكتي بيتي اللي ممكن تديروهم ولي عن طريق هاد الويب سايت اللي انا كنوريكم دابا عن طريقه تقدروا تشوفوا كذلك سواء انخذيتوا من عندهم هاد الباس سواء ما تقدروا تشوفوا لزاكتي بيت اللي ممكن توما تبغيوا تديروهم فها هما كتشوفوا هنا كي اللي كيمشوف هاديك بيك باس راكم عارفين هادك بيك باس كي يدور بكلم دينة مايامي سياكواريوم هادي ديجا غالي تمن ديال هادي الاكواريوم ديال مايامي كنشارك معاكم واحد فلو كذلك من المشينا لي فمهم هادو بزاف اللي زاكتي بيت ها انتو ما کتشوفوهم معايا اللي كتقدروا تديروهم كلهم وطابعة الحال على الحسا بعدد الايام اللي انتو ما غالسين تم ما كنين اللي زاكتي بيت اللي غايتتدارو فمايامي بالطبع كنين اللي زاكتي بيت 해�رضو البال دي ما شوفوا اللوكيشن اا لزاكتي بيت تي اللي انتو ما تقدرو تديروهم كيكونو شوي اقراب الورلاندو او الى اخرى يعني ماشي في مايامي بالضبط فكين ديال الغوز كين بزاف احنا تقريبا درنات واجوغ ما استفدناش بزاف من هذا كل هزاكتي بيتي ولكن راه كومم الحمد لله فاللي بغيت نقول لكم حاجة اخرى نصيحة هي انفوك تبداو الى باس ديالكم مليك تشريوه انفوك تبداوه فاوتوماتيك مو اما يمكن ديرو بعدها تشوزيو كي اعطوك هنا ايات قريبا وان داي باس فروم اه مهم تلاتة وستين دولار الواحد والشايد الى كان عندكم من تلتنية تلتنشر عام الوليد ولا البنية فاتمين وربعين دولار اهنا نديرو احنا غير وان وان باس مثلا تلاتة وستين دولار ففيها ففيها تقريبا يعني ارادك النار كامل انتو ما كتديرو اه قدرون قولو اللي زاكتي بيتي اللي بغيتو هانتو ما كتشوفوا معايا هنا مثلا هانتو ما كي اقترحوا عليكم تا يعني اللي بغيتو تري داي اكزامبل زعمة ديالي ديالي زاكتي بيتي اللي ممكن تديرو فمثلا في الديوان هانتو ما فين غاتمشي ومثلا اللي بغيتو تديرو مايامي بيك باس مايامي اه الاخري مهم كل اكتي بيتي في هادو ما تنساوش انكم كتكليكو كتدخلو كتشوفو قاعد الديتاي ديالي لانه كي يقدرو كي يقولوكو ما ترنا داك رباس امتا غا يبدأ امتا غا يساري اغلب فاردو البال باش مايامشيش ليكم يضعو لكم النار لانكم فغيموا بحركات اوغانيزيو داك شي وما دبعا مقطار حين عليكم هادو هادو البلانينج هادا ولكي يكدرو لسوم على حسابكم ولكن او مايامتوك يخصكم وخصكم تريزرفيو اخصي دبعا ما هادش ديالكورونا و الى اخيركم عارفين فاردو البالك الا انكم خصكم كيف مكتلكم تريزرفيو كذلك وكينش حواج اللي احنا مقدرناش نمشيو اليوم وانك يخصت الريزرفاسيون قبل 24 او 48 ساعة على حساب فكينش حاجة اللي كتكون مشي لها في الصباح بكري وانك تسالي في ساعة كين الحاجة اللي كتكون كتطلب تتاخد ساعة ونصل ساعتين فضونك ما غا تقدروش تتلحقوا حاجة اخرى لابغيتو فديما قرأوا الديتاي ديالكالي زاك تي ويتاي ووزعموا وردوا البال هنا مهم انا نعاود ندلكم واحد الجولة كتشوفوا ليزاك تي بيتاي اللي كينين تقدروه الدرهم اللي داخلين في هذا الباس طبعه الها مهم هادا ويبصايت كيف ماجتلكم اللي تقدروو استافدوا منو بزاف اتمنى يكون يعني عجبكم وستافتوا منو معاي دها بنيت وهنا غنكون سالية فيديو ديالي اليوم وانتمنى من كل قصة قلبي ان هالفيديو كنا لعجبكم افادكم لانني حاولت ما امكان انني نشارك معكم جاعة لزاستوس او جاعة لزا انفورماسيون والي تخصكم تعرفون قبل ما تمشيوا المايامي فما تنسونيش من تعليقاتكم زوينة وكذلك تشجيعاتكم بلايك وكذلك الناس اللي اول مرة غيشوفوا القناة ديالي وستفدوا منها فما تنسونيش من واحد سبسكرايب وفعلوا جرس بس يوصلكم كل جديد ودمتم متعلقين الى فيديو قادم ان شاء الله